حياكم الله وحلقة جديدة من حديث بغداد من دار السلام بغداد متى نقضي على التربح من السياسة؟ أناقش هذا المحور مع الست سرو عبدالواحد نائب سابق أقول لك مساء الورد مساء الخير يا عمس كمان أخشى مع الأستاذ هاني عاشور سياسي مستقل أقول لك مساء الورد مساء الورد أحلى مساء سستر ونبدأ الموضوع اليوم ملف جدا مهم طيلة هذه السنين مثل ما شاهدناها من السياسين لكن الفلاس السياسي برأيك رافقه ثراء ورفاهية طبقة معينة طبقة معينة لبعض أنا حددت البعض وليس الجميع أي معادلة هذه برأيك فربي التحية لك والأستاذ هاني ومشاهدكم الكرام مع الأسف يعني العملية السياسية منذ 2003 في العراق ما بنيت على أساس صحيح يعني بنيت على أساس المحاصصة داخل المحاصصة المكوناتية محاصصة الحزبية وبدأوا بفساد وطبعا إذا نرجع لتشكيل مجلس الحكوم لبدايات العملية السياسية نرى بأن حتى بريمر في كتابه يتحدث يقول أنه كان همهم امتيازات وحصول على الفلوس يعني فمن هنا بدأت العملية أنه العمل السياسي في العراق أصبح عملا للربح الذاتي للربح التجاري لتكوين الثروة ما كان العملية السياسية في العراق مبنية على أساس مؤسساتي حقيقي حتى الأحزاب اللي عدنا مو أحزاب مؤسساتي أحزاب مبنية على القائد الواحد من مخرجات العملية السياسية فبتأكيد يعني هو منذ تشكيل العملية السياسية بعد 2003 هم بدأوا بتوزيع المغانب من أرساد آئمها برأيك؟ العشرة المباشرة اللي يتحدث بعد 2003 الأحزاب الكردية والأحزاب الشيعية وقسم من الأحزاب السنية اللي كانوا ببدايات السنة ما كانوا كلش قريبين من السلطة لكن فيما بعد تعلموا أيضا فبالتالي الأحزاب التي تحاول تشكيل حكومة لحد هذه اللحظة إحنا ليش لحد اليوم ما عدنا وزارات هي وزارات مؤسساتية وزارات أنه الوزير يجي يغير كل اللي هو يريده للحزب يجيب ليه مدير مكتب مدير منه ما عدنا أنه هاي الدرجة الوظيفية داخل الوزارات ويهتمون بها أنه يكون الكفاءات بالفعل بهذه الوزارات إلى وكيل وزير يكون كفاءات الوزير فقط هو منصب سياسي ممكن كل أربع سنوات يتغير فليش لأن هم مستفادين من هذا يدور اللي سميت يهم العشرة المبشرين بهذه التسمية قبل ما بدينا يعني دكتور الأحزاب هي من أرسى دعائم هذا المفهوم والتربح هذا اللي موجود اللي نشاهده حاليا على مدى 17 سنة إلى متى شكرا لك أولا لا بد من إضاحة حقائق مهمة التغيير الذي حدث في العراق هو تغيير احتلال وبكل تأكيد المحتل لا يبني بلد المحتل لديه منهجه ومصالحه في ذلك البلد ثم أن العراق خرج من محن كثيرة يعني حروب كثيرة حصار اقتصادي ومحتل ومحرر لا بكل تأكيد محتل وسموه محرر سموه محرر ومن ثم الذي سماه محرر عاد ليسميه محتل الذي سماه محرر مع ذلك العملية السياسية التي بدأت حقيقة هي لم تكن عملية سياسية عراقية هي كانت عملية سياسية تمثل جهات أحزاب شيعية السنة كان يمثلهم آنذاك الحزب الإسلامي الأخوان المسلمين الكرد لديهم أحزابهم العريقة فتأسست العملية هذا وفقا لإرادات خارجية هذا ما تقصده لا هذا هو كان موجود يعني الأحزاب الشيعية كانت موجودة حزب الدعوة المجلسة لعلى غيرها منذ الثمانينات وحزب الدعوة قديم الحزب الإسلامي الأخوان المسلمين حزب قديم أواخر الخمسينات والأحزاب الكردية أيضا منذ الستينات والسبعينات فإذن العملية السياسية لم تكن عملية عراقية بقدر ما كانت عملية مكوناتية بقدر ما كانت عملية مكوناتية